من ناحية أخرى فقد تناولنا قضية الأمن الماء المصري كونه جزءاً من الأمن القوم العربي وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المقية لمصر باعتبارها قضية مصيرية وقد ثمن الرئيس تابون من جانبه الجهود التي تبزلها مصر للتوصل إلى اتفاق شامل ومنصف بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة كما اتفقنا على تعزيز جهودنا المشتركة على الساحة الإفريقية في زور الدور المهم الذي تطلع به كل من مصر والجزائر في هذا الشأن واستمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي وموصلة جهود دعم بنيت السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز أي تحديات تواجهها وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائر أبناء قارتنا الإفريقية أخي فقامة الرئيس عبد المجيد تابون لقد أسعدني لقاءكم اليوم وأنني لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح شعبين الشقيقين ويلبي تطلعاتها متمنيا للجزائر الشقيق كل الخير والاستقرار والرفاهية تحت قيادتكم الحكيمة